قانية تجميلية جديدة رح نتعرف عليها مع طبيب التجميل توني نصار اختبار للبوتوكس متوك 24 ساعة برس والتفاصيل بهالتقريض يعني دكتور توني نصار مثل ما في موضة بالتيب وبالمكياج وبالشعر اليوم كمان صار في موضة بالتجميل وأكيد بالاشياء يلي منجمل فيها معالم مجنى إذا بدنا نقول اليوم مدام ثروت موجودة عندك هي مدام كتير حلوة بس هيك فيه يمكن بعض التعديلات يلي انت بتشوف انه بيلزموا لوجه شو هنه إذا منشوف فين اقاط معينة ممكن نطلع عليها ونشوفها واضحة بوجه وقدرين نعطيها النتيجة البداياها بعمل بسيط بعمل تجميلة بسيط هون بالعيادة يعني مثلا نحس هون بوجه شوي نازل هيك بينما هو الوجه التجميلة بدي يكون ع شكل في وهيدا حلو بسيط جدا فينا نشتغل ع فتحات العيون اللي هنه كتير اساسيات بالوجه من هون منفح هيدا الشكل لحط نعطي اشراك اكتر للعين ونعطيها يعني نظرة تصير نظرة متقلقة اكتر نعم في اشية جديدة وسريعة ويمكن الست مبدايها تطور كتير يمكن ما يعجبها شكل هيك فاليوم بي كلينيك دكتور توني نصار عنها شي جديد بنا نتخبر عنو كل الستات اللي عبت يتبعونا بستايل اليوم عدة عن البوتوكس والفينغ اللي كلنا بنعرف وحتى البوتوكس طارئلو عدة محلات نستعملو بطل البوتوكس الجبين والعيون صار البوتوكس هو الانف ممكن نشعلوه صار البوتوكس هني الخطوط التدخين صار البوتوكس هني البسمة صار البوتوكس هو نيفرتيتي اليوم البوتوكس هو اكتر من نقطة اكتر من شغل الوحدي اليوم بالزيت رح نحكي عن شي كتير حلو اللي هي ستصرت ممكن تستفيد منه ل 24 ساعة بس يعني اذا عنده مناسبة عنده شي معين بتحب تبين فيه او يمكن فوتو سيشن فيها نخلق له لوقت حلو كتير يلبق له بس ولكن بيضاين 24 ساعة وبيخطفي بعدين ومنه بيكون تاست لألا يعني بتشوف وجه كيف بيكون اذا بده بعدين تعمله لمرحلة 16 شهر او سينة فيها تعمله حلو وبالوقت زيته عم بيغزي لأوجه دايما بتسافر عالبرازيل هالبلد يلي انت بتحبه ويلي تخصصت منه فدايما بتجيب لنا اشياء جديدة معك شو بنا نخبر اليوم شو الموضة هونيكة بالتجميل اليوم الموضة التجميل هي الاعمال التجميلية البسيطة الصغيرة اللي ممكن قوم فيها بالعيادة والستة اليوم تطلبها كتير مثل ست سروت او غيرها حابة تلجأ لعمل بسيط بوجه من دون عمل جراحي مثلا فينا نستعمل بوتوكس بالفلر بالتونتي فور اوارز اللي هو راح نعرضه اليوم في سكر كتير ناس راح تحبه لانه شي حلو كتير والوقت زيته عم بيساعد يعني بيغزي الوجه وبيساعد مثل فيتامين هيدا مثل الميزو يلي بنعمله عند اي وهلأ بتشوفي هو عمل تجميلي حواله ديقتين ثلاثة يعني سريع كتير ونتيجته حلوة كتير هلأ ما شوف اذا قدرنا فرجعنا البي فور افتر بتشوفي كيف بوقت سريع جدا راح يكون الفرق وكتير حلو بالنسبة للجسم خلينا هيك كمان عن نخبر شوي في شي جديد بتجميل الجسم صار اسهل اللي بتعرف كمان في عمليات صعبة تصارت بتخاف اليوم السبت انها تعملها اليوم في شي كتير جديد اسمه ستم ثلث اللي هي الخلية الجزعية اللي هي ممكن استعمالها للجسم وللوجه الخلية الجزعية هي كنية عن دهن نسحبه من الجسم يعني فينا منقول العملية من نحط اللي عم نعملها راح يطلع معنا دهن راح نشيل دهن ليتر لترين خمسة عشرة هالدهن بدل ما نكبه ونشيله على جنب فينا نستغله مية بالمية نرجع نحاوله بواسط آلة معينة خلال الساعة على ساعتين من الوقت نحاوله لماده اسمه ستم ثلث الماده الخلية الجزعية من هالماده فينا نحقنها بالوجه او بالسدر او بالمؤخرة وما بالدوب هي بتتجدد باستمرار يعني المواد اللي عم نحضرها مانا هي مواد دهنية عادية يعني بتضل عطول او بتضل عطول بتجددها هي خلية تتجدد با حالا وهي حتى اليوم تستعمل مش بس بالتجميل تستعمل بالطب كله سوا اشتغلنا على النقاط كلهم سوا ولكن احيانا وقت اللي تقعد من معدل كل مقطة صغيرة لحتى يتناسقوا مع بعضها بين يمين وشمال بكرا بتقوم بتلاقيه خالص مختفير بيرجع عوجه معا انا حبيت وجيك هكا اكتر صندريلا يعني كتير حلو لازم ترجع ايه ونعمله بعدين ع 16 شهر او سينه بدي او الشغلي كتير مهمة انه عنجد لازم ترتاح للطبيب او الدكتوريالي بتجي لعنده وانا خلال الانترفيو معك بدي اقول لكل الصبايا انه فيكم تجو لانه كتير بيرتاح الواحد بالحديث معك وانت مؤنع جدا شكرا شكرا